حياة زمان والمصريين زمان وحياة المصريين زمان في بلدنا الحلوة صور اللي هنتكلم عنها النهاردة ترجع لسنين طويلة جدا أول صورة من قدام جامع أحمد بن طولون في حي السيدة زينب سنة 1982 الصورة دي من 40 سنة اللي حضراتكم شايفينها لجامع أحمد بن طولون ده تاني أقدم جامع في مصر وتالت جامع في مصر الإسلامية من عصر الدولة الطولونية اللي بناها أحمد بن طولون وتعمل على مساحة ضخمة هي مساحة 6 أفدنا ونص فهو جامع مهم جدا واكتمل بنائه من أكتر من 11 قرن يعني نتكلم في أنه الجامع ده موجود في مصر من سنة 1143 ميلاديا جامع مهم من ضمن الآثار الإسلامية مصر تحوي العديد والعديد من الآثار الإسلامية الأكيد يعني هتجلنا الفرصة إن شاء الله أن احنا نتكلم عليها ونجيب لحضراتكم صور منها ونحكي عليها بشكل أكبر الصورة الثانية اللي معنا النهاردة ترام في شوارع القاهرة سنة 1955 مكتوب عليه رقم وأهو ترام رقم 15 الصورة دي من 67 سنة الترام أصلا دخل لمصر يعني وكان أول مرة يدخل مصر فيها سنة 1896 يعني بنتكلم من 126 سنة وأول ما ظهر الترام كان وسيلة مواصلات بتشتغل بالطاقة النظيفة كان حاجة يعني جديدة جدا على المصريين وكان قبلها وسيلة المواصلات الرئيسية هي الحمير يعني سواء الحمار وده يمكن تكلمنا عنه مبارح المكاري دي كانت مهنة مهمة جدا في مصر ولما ابتدى يظهر الترام المكاري أو سواء الحمار اللي هما كانوا كتير جدا كانوا خايفين أنه الترام هيسرق الزباين بتاعتهم وأنه هذه المهنة بقى مهنة سواءين الحمير هتختفي وهتندسر فابتدوا يطلعوا إشعاعات على الترام وقتها يعني عشان الناس ما تركبوش عشان يخوفوا الناس أنه هما يركبوه وكانوا بيقولوا أنه ده اسمه العفريط وأنه الست الحامل لو ركبته هتسقط وأنه الست المتزوجة لو ركبته هتبقى عقيمه ومش هتخلفه شائعات يعني من هذا النوع عشان يخوفوا الناس أنه هما يركبوا الترام فهذه الصورة من 67 سنة من شوارع القاهرة وغالبا دي مصر الجديدة لأنه الترام هو ترام مصر الجديدة يعني التالت صورة معنا النهاردة من شارع سعد باشا زغلول في اسكندرية سنة 1930 صورة عمرها 92 سنة الشارع طبعا وجود عند محطة الرمل لسه موجود لحد دلوقتي الشارع لكن شكله اختلف بكل تأكيد يعني حتى الناس اللي ماشية في الشارع الحنطور اللي موجود الحنطور لسه موجود برضو في اسكندرية لكن أصبح وسيلة ترفيهية أكتر من وسيلة مواصلات رئيسية يعني زي ما كان في التوقيت التقطت في هذه الصورة وشايفين طبعا العجل وشايفين برضو العربيات لكن العربيات كانت بيستخدمها طبقة معينة من الشعبي يعني فئة معينة من الشعبي اللي كانت تستخدم السيارات ومع عدد ذلك كان الحنطور وكانت الحمير وكانت الدرجات آخر صورة معانا النهاردة صورة ندرة لأمطارة قناة السويس سنة 1875 الصورة دي من 147 سنة واللقطة دي تحديدا زي ما انتو شايفين كده جمال وناس ركبين على الجمال هي قافلة كانت رايحة لأداء فريدة الحج على الجمال واللقطة دي اتخدت ليهم أثناء عبورهم لقناة السويس في منطقة الأنطرة في اسماعيلية وبيعدوا على إحدى المعديات الخشبية اللي كانت موجودة وقتها للعبور على ضفتي القناة صور تاريخية بتحكي أوقات وحكايات ومراحل مختلفة في تاريخ مصر وفي حياة المصريين كل يوم هيكون مع حضراتكم معانا صور من حياة زمان وقصص وحكايات من مصر زمان